شرفت اليوم بالحضور في ندوة علمية نظمتها مؤسسة أو كونفيدرالية مؤسسات المواطنة كونكت تونس فرعة تونس حول قانون إنقاذ المؤسسات أو إجراءات الجماعية بصفة عامة للتأكيد على مميزاتها القانون من ينتفع بهذا القانون للإشكاليات التي يمكن تطرح في التطبيق على مستوى هذا القانون وأكدنا على أن هذا القانون هو قانون اقتصادي بامتياز لأن الهدف الأسمى هو إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات لمساعدتها على مواصلة النشاط متاحها وليبقاء على مواطن الشغل بما يمكنها لاحقاً من الوفاء بما عليها من التزامات وخلاص دائنها وقلنا لها القانون اقتصادي خطر لأنه كل الإجراءات المنصوصة عليها في القانون اقتصادي تتبع وضعية المؤسسة يعني أنت وضعية المؤسسة الوضعية إذا كان ماشي كارثية نتحت على الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية يجب أن نعلموا المحكمة ونعلموا حتى الشركاء قبل المحكمة شنون نجموا نعملوا باش نجاوزوا الصعوبات الاقتصادية وإذا كان ما تيسرش نتجاوزوا الصعوبات نمشيوا إلى مرحلة ثانية مثلا في تسوية رضعية تسوية رضعية يحكمها الاتفاق بين المدينية وصاحب المؤسسة للوصول إلى حل لخلاص الدائنين بما يمكن هذه المؤسسة من الحفاظ على وضعياتها ونشاطها وإذا كان الوضعية متاع المؤسسة تكون أكثر حريجة يوليون تحتو على التوقف على الدفع بمعنى أن المؤسسة معاش قادرة باش تخلص للديون متاعها تولي المسألة رأيه تهم النظام العام وتهم المؤسسة معنى المجتمع بصفة عامة وهذاك عليش يولي القانون يدخل بالتأكيد مش يدخل مباشرة ولكن فما ناس تطلب الخضوع إلى إجراءات إجراءات تتسمى إجراءات تسوية القضائية يعني شريك متاع في المؤسسة يطلب الخضوع إلى التسوية القضائية في حدود نصيب معين في راس المال الدين نفسه إذا كان يتعذر عليه أن يستخلص الديون متاعه بالطرق الفردية يتوجه للمحكمة ويطلب إخضاعها المؤسسة المدينة متاعه إلى جراءات تسوية القضائية والمدين نفسه صاحب المؤسسة ليس عليه حرج إن لم يتمكن من الخلاص خلاص يدئينيه فله أن يتوجه إلى المحكمة لطلبه الخضوع إلى إجراءات التسوية القضائية بالتأكيد في وضعية هذه المحكمة مش تفرض قيود على هالمؤسسة هذه تعين متصر القضائي مش تعاون صاحب المؤسسة باش يلقى حل مع المدينية متاعه يجدول الديون متاعه يرفع في رأس المال يوم لإبقاء على مواطن الشغل وفي آخر إجراءات التسوية القضائية للدوم مرحلة معينة فترة معينة تسعة شهور ويمكن حتى أكثر بالنص بالقانون تسعة شهور قبل التمديد ثلاثة شهور أخرين يعني مدة سنة صحيح على مستواقعي فما صعوبات تخلينا نتجاوز الأجال هذية لأنه فما عدة مداخلين وفما عدة ملفات مش بالضرورة نجمو نفصلوا في الأجال القانوني هذا هما أجال استحباثية أكثر منه أجال اللي نجمو نتقيدوا بها خطر فما معطيات وقعية ما تخليناش نحترمو هالأجال هذية وننتهيه في الإجراءات هذية إلى حلول من بين الحلول لنواصلوا النشاط من المؤسسة مع صاحب المؤسسة وإذا تعذر مواصلة النشاط مع صاحب المؤسسة فمحل آخر إمكانية إنه هنحيلوا هالمؤسسة هذية للغير وفما كرة الصلوط يتم إعداده ويتلقى المحكمة تتلقى العروض ويتقدم أثمان للمؤسسة أو ثمن معين للمؤسسة هذية والمحكمة تفصل وتاخذ الثمن اللي نجم يوفر للمديني أن يخلصوا فيديونا متاحهم والمؤسسة هذية تنتقل بين دين أشخاص أخرين مستثمرين أخرين ويواسطوا النشاط وهكذا دولي ولا قدر لا بالتأكيد إذا كان المؤسسة وضعية متاحها أكثر من مجرد إنها توقفت على الدفع وولات كم يقول القانون في وضعية ميؤوس منها ما عاش نجموا ننقذوها لأنه فما مع هالمؤسسة هذية تعاملوا مدينية والمدينية هما بيدهم رأى مؤسسات معناها ماذا بينا في وضعيات معينة ما عاش نجموا نخموا كنفك المؤسسة المدينة زي ما نخموا في المدينية الأخرين باش نحاولوا زادا وفروهم فرص إنه يستخرصوا بديونا متاحهم فالوضعية هذية تقلب الموازين معاش نحكيه على أولوية إنقاذ هالمؤسسة مدينة نوليو نحكيه على توفير فرص أكثر للمدينية باش يستخرصوا جونهم في إطار إجراءات أخرى اللي هي إجراءات التفليس ويتم تفليس هالمؤسسة هذية ويتم بيع كل مالها من أموال ومنقلات وعقارات وغيرها لتوفير ما يمكن توفيره لخلاص الدائمين اللي في إطار تسوئ القضائية هذي